اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 يعني ما فيك تلعب من معنا؟ لأ لأ أكيد لأ بعتقد تلحق بقى هيك لوقت طويل يعني أنت هيك قررت وبركز حيط اليوم عشية لأ لأ حيدي وقع قوية بتطول كتير أنا بكرة عندي فحص بالعربي معتلين هم شوي ليس بدك تعطي الهم إذا درست منيح بتعملي منيح أنا بقول هي يا زيتا لأ شو تدرس ما أنت دايماً بتدرس وبتجيب علامة واطية مش دايماً هيك أنت بتدرس بتجيب علامة واطية ترا عم تخذي قراراتني يومي يمين وشمال وكيف ما كان ناها أنا بترجع بالعربي ورحضلني هيك مش معقول اليوم كل نهار مليت بعتقد لحضل هيك العشية ما فيش حلو اليوم رجعنا على الأرادات نيومي أستينا بحقيك ما بعرف أنا وأكار شا هيدا مام شا فيه نيومي كتير سخن انا نقيته طيب ما هيك سارة انا مانو كتير بارد بس طيب شكلك نيومي حبها تسمعي قصة انا بسمع بس ما تكون كتير طويلة اوكي ركزي نيحة القصة شو بتقول كان في مرة بالعهد القديم عايام شعب الله لما كانوا عيشين بالصحرة وكانوا ناطرين تا يمتلكوا الأرض الحلوة يلي الله وعادهم فيها فكان فيه هيدا الأرض يلي كانوا بدون يمتلكوها بدون يروح يشوفوا كيف هي وشوفي جوا وكيف هي الأرض إذا حلوة بس كان فيه ناس أعداء كانوا قاعدين ساكنين فيها فبهذاك الوقت كان موسى هو القائد طبع الشعب قرر انه 12 رجال من شعب الله هو يختارهم 12 واحد طلب منهم انه يروحوا على هيدا الأرض تا يتجسسوا هيدا الأرض ويكتشفوا الأرض بدون ما حدا يشوفهم تا يشوفوا كيف هي وشوفيها إذا فيها خضار إذا هي أرض حلوة لا يسكنوا فيها بقى راحوا هول الـ 12 رجال على هيدا الأرض بالمخفى فاتوا عليها وقاعدوا أربعين يوم هونيكة اكتشفوا الأرض كلها شايفوا شوفيها خضار حلو كتير وفيها فواكة كتير حلوة وشايفوا الناس يلي كانوا قاعدين هونيكة ساكنين هونيكة كانوا عمليك كانوا ناس كتير ضخمين وكبار وشاكلهم بيخوف لأنه كانوا كتير أكبر منهم بالحجم وبعدين رجعوا لعند شعب الله لعند موسى وخبروهم كل شي هن نشوفوه كان في عشرة من هول الرجال صاروا يقرولوا لموسى الأرض يا موسى كتير حلوة كتير حلوة نسكن فيها ونقعد فيها بس يا موسى الرجال للناس يلي قاعدة هونيكة عمليكة كتير كبيرة بتخوف ما فينا نحربهم أبدا 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 كتير هن قوية أقوى مننا ما رح نقدر نسكن بهيد الأرض وموسى سمع هيدا الكلام والشعب كلهم سمعوا هيدا الكلام وخافوا وزعلوا كتير قالوا يا الله كيف الله وعدنا بهيك أرض حلوة ونحنا ما رح نقدر نسكن فيها لأنه الناس اللي قاعدين فيها كتير هن أقوى مننا وصاروا كلهم يزعلوا ويبكوا وخافوا خلاص قالوا ما رح نقدر نمتلك هيدا الأرض لكن فيه شخصين من هول الرجال اللي راحوا وتجسسوا هيدا الأرض جربوا يحكوا كلام مختلف صاروا يقولولون يا عالم شو بكون ما الله معنا الله وعدنا أنه يعطينا هيدا الأرض يعني أكيد نحنا رح نقدر نمتلك هيدا الأرض بس فكركم سمعوا منهم لهول الرجالين يعني كانوا عم بيحكوا بطلوا قادرين يشوفوا شي حلو صاروا كتير كانوا كل الوقت خايفين ومش قادرين بقى يشوفوا غير أنه مش رح نقدر نمتلك هيدا الأرض ضلوا نزعلنين وضلوا نخايفين معقول من ورها كان كلمة صغيرة كل الشعب صار يخاف ويبكي شفتنا يومي لأنه الموت والحياة في يد اللسان وكل كلمة منقولة يا نيومي كتير مهمة وفيها قوة مثل ما أنت يا نيومي كنت عم تعلم من أول ما وظلنا كل حك اللي عم بتقوليه مش حلو ما بيشجع وبطلنا مبسوطين في قية بتقول برسالة إفاسوس الإصحاح الأربعة لقية 29 إنه ما لازم يطلع من طنة غير كلام صالح وبيبني كل الناس اللي عم يسمعونه مم بليز فيك تحطي اللي تلج بالعصير تاي برد أكيد تكره معينك نيومي هيدا كلام حلو هاي المرة جبتلكون التجوز يا نيومي بس مع تلج مم شطيب التجوز معك حق نيومي أطيب مع تلج هاي بينا هاي كتير هاي بيتم كهد هاي 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 إيش يا نيسن أنا بدي أعمل لي مش كمش كل مرة نيومي ما بقدت أحكي هيك وتقرر من عندي نيسن إذا بدك تجوز تعن إلا للماما لتحبتلك ببيتك الزرقة الحلوة أوكي؟ أوكي بدك؟ ايه أوكي هيدا تلجي كبيرة لنيسن شو نيومي تحسن كلامك مهينك؟ ايه مش تغل على حالتها اتغير بس ما بعرف ليش هيك تعم بحكي اليوم ايه أوقاتنا يومي بصير معنا إشي مش حلوة وبعد ما نتعامل معها صح نتعامل معها غرب مضبوط شو رأيكم هلأ نلعب لعبة مع بعض ايه أوكي كل واحد منا بدي يقول كلام حلوة أو مشجعة للتاني نيومي بتبلشي؟ انا بدي أقول له لكارل أنه حتى لو هو دايماً بيجيب علامة واطية على العربة مش معناته أنه هو ضعيف وأنا أكيدة أنه بكرة حيجيب علامة عالية على العربة لأنه درس كتير مني بلسين نيومي شو هالكلام المشجع هلأ سارة دورك انا بدي أقول لك نيومي أنه حتى لو وقعت الصباح على إيديك هذا شيء ما بيعني أنه ما فينا نلعب سوا فينا نتحدث سوا وفينا نقضي وقت كتير حلو مع بعض مرسي سارة شو هالكلام المشجع وبيرفع الراس هلأ كار دورك أنا بدي أقول لك أنه الطبخ طبعي كتير طيب وأنه كتير بحب أكلك مرسي يا كار وأنا بدي أقول لكم أنه كل شي قلته كتير كتير كان حلو مثل آية بأمثال 18-12 بتقول أنه كلام الحكيم هو شفاء يعني بيشفى النفس يعني إذا الواحد زعلان بيفرح وبينبسط موسيقى هناك من كلمه كطان السيف كطان السيف هناك من كلمه كطان السيف كطان السيف موسيقى أما كلام الحكيم ففيه الشفاء فيه الشفاء أما كلام الحكيم ففيه الشفاء موسيقى 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 شو رأيكون نشوف تيميشم حدارنا اليوم؟ هالتيمي؟ هاي تيمي هاي نيومي كيف نساعدك؟ تيمي انا منيحة شوفيك تخبرنا عن اللسان او كيف الكتاب المقدس بيخبرنا عن كلامي اللي منقوله الم Pelhat موضوع كتير مهم يومي الكتاب المقدس بنبه كتير منيح على هالموضوع و بيصور هيدا الموضوع بطريقة كتير مهضومة وواضحة مثل بامثال بيقول الكتاب المقدس أنه الكلام الجميل مثل شهده عسل يحلو للنفس و يشفي العضام طيب و لذيذ وكمان بأمثال 25-11 بيقول لكتاب لمقدس الكلمة التي تقال في حينها تفاحة من ذهب في وعاء من فضة يعني مش مهم أحكي كتير كتير لكن أحكي الكلام المناسب والصح بالوقت المناسب وأخيرا بكلستي 4-6 بيقول لكتاب لمقدس ليكن كلامكم دائما لطيفا مليحا يعني لازم كلامنا دائما يكون له معنى مثل الملح اللي بيعطي طعم طيبة وهيدا كل شي باي شو هيدا عصيت الملح والتفاح أنا جعت والعصال شو بحب العصال طيب هلأ حيث نكتر كلام بلا طعمي أمه نلعب قبل ما يخلص الوقت أوكي أنا عندي رفيق بالمدرسة بيحكي كتير لدرجة أنه بطل اسمه عشان بيقول وبيقول أشياء ما إلي معنى وحطك بشعة لازم تروح وتخبروا عن كل هالقيات وعن الملح والتفاحة والعصال شو نيومي خلص أكل سبايك؟ أبع تقد ها بأثار وقت نعم بش ما أقول اليوم شو كان نهاري كتير حلو تعلمنا أشياء كتير مشان هيك بيعنا نحافظ على هر أشياء مهم أنه نصلي مع بعض يا رب اجعل حارساً لفمي يا رب احفظ بابا شفتي يا رب اجعل حارساً لفمي يا رب احفظ بابا شفتي لكي يكون لساني حلو كالعسل يحنو للنفسي ويشفي العظامي يا رب اجعل حارساً لفمي يا رب احفظ بابا شفتي 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 يا رب اجعل حارساً لفمي يا رب احفظ بابا شفتي 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 على كل رفقاتي وحدك انت أتبقى أرواع صديق هاي أصحابي بتمنى تكونوا انبسطوا معنا اليوم وتذكروا دايماً أنه الكتاب المقدس بعلمنا أنه دايماً نحكي كلام مشجع وكلام بيبني الآخرين يلي عم بيصنعونا وما نكون عم نحكي حكي بيحبط الناس أو بيفشل الناس كونوا دايماً مشجعين لأنه ما تنسوا كلام الحكيم فيه شفاء باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة